أول ذنب عصي الله به في السماء وشهو؟ الحسد الأبليس رفض يستد لآدم حسدا له وأول ذنب عصي الله به في الأرض الحسد قابيل قتلها به الحسد كل صاحب نعمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء كل صاحب نعمة محسنة بحثوا في مواضيع تتعلق بالسخر والحسد وما يسمى ما وراء الطبيعة يعني ما وراء الطبيعة فوجدوا شيء غريب فعلا أن الإنسان كل إنسان هناك موجات كهرطيسية يصدرها من دماغه باستمرار وهناك موجات كهرطيسية يبثها القلب باستمرار وتمكنوا مؤخرا في عام 2017 من إحداث تواصل بين شخصين من دون الكلام بمجرد هذه الموجات لأن الموجات الكهرطيسية يستطيع الكمبيوتر من خلال جهاز خاص أن يقرأها ويظهرها وبالتالي أنت عندما تفكر بأي شيء فإن دماغك وهو يعمل يبث هذه الموجات شكل هذه الموجات يختلف حسب ما تفكر به وأسوأ أنواع هذه الموجات عندما تفكر أنت بأن النعمة ينبغي أن تزول عن هذا الشخص وأن هذه النعمة تكون لك فإن هذه الموجات تؤثر على هذا الشخص هذا ألميا وبالتالي حتى هم يقولون ينبغي على الإنسان أن لا يتمنى زوال النعمة عن غيره أو يتمنى الشر لغيره لأنه سيصيبه بأثر ما من خلال هذه الموجات التي يفهمها دماغ الآخر والموجات التي يطلقها القلب تؤثر على قلوب الآخرين وبالتالي أنت عندما ترى شخص للمرة الأولى تشعر أحيانا أنك مرتاح أو غير مرتاح ما الذي يحدث؟ هذا الأثر هو للموجات الكهراتيسية وبالتالي الله سبحانه وتعالى أمرنا بل وأنزل سورة كاملة سورة الفلق وقال فيها ومن شر حاسد إذا عدد